إيران وأمريكا عنوان مشهد جدلي مضطرب دولتان تتخادمان وتتنافسان أو تتقاسمان النفوذة في المنطقة وقد وصل التنافس ذروته في الصراع على المربعات الأخيرة لكن ذلك التنافس يراه كثيرون هو للهزل أقرب منه للجد فأي دولة تهدد مساء بعمل عسكري وتطلب تفاوضا بدون شروط في الصباح وهي قد فرضت عقوبات تسميها قاسية العقوبات الأمريكية على إيران تصورها واشنطن على أنها عراق النفس الطويل ومعركة كسر عظم للنظام الإيراني إلا أن ابتعادا قليلا عن المشهد يظهر صورة مغيرة فالنفوذ الإقليمي لإيران في الشرق الأوسط ينمو على الرغم من قسوة العقوبات هذا ما خلص إليه مركز أبحاث المجلس الأطلسي الأمريكي المركز أكد أن إعادة فرض العقوبات على إيران أضر بلا شك باقتصادها ودفعها إلى نفق ركود اقتصادي حاد إن لم يكن انهيارا غير أن كل ذلك لم يمنع النظام الإيراني من مواصلة بسط نفوذه في العراق وسوريا واليمن ولبنان ما يرجح معه أن ملفي العقوبات ونفوذ إيراني الإقليمي مستقلان عن بعضهما البعض تماما ذلك الاستقلال بدى جليا بعد شح المال الإيراني الذي دفع وكلاء طهران في المنطقة إلى الاعتماد بشكل ذاتي على التمويل إذ تؤكد مصادر عراقية إن الميليشيات تزاول تجارة مخدرات واسعة الانتشار في البلاد وتبني ثروة من عمليات الخطف والابتزاز والسيطرة على المشاريع عبر المكاتب الاقتصادية التابعة لها بل أكثر من ذلك فهي تخطو خطوات لإنعاش الاقتصاد الإيراني من خلال إفراغ السوق للمنتجات الإيرانية ومن ذلك عمليات إحراق المحاصيل الزراعية في العراق التي وجه الاتهام فيها لميليشيات الحشد الحال في العراق يشابهه في سوريا وكذلك في اليمن ولبنان فميليشيا حزب الله أكثر المتضررين من العقوبات الأمريكية على إيران هبت لنجدتها ميليشيا الحوثي من اليمن إلى لبنان ثم سوريا والعراق أذرع إيرانية تتغول أكثر حتى بنت دولا داخل الدول وباتت قوة خشنة لإيران تهدد فيها من تشاء وقت تشاء أمام ضجيج أمريكي في الإعلام لا يرى له أثر على الأرض ربما لن يتغير شيء إلا بيد أهل الأرض أنفسهم اتحاد التاريخ والمنطق معا يؤكد ذلك